قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصبع الخير يا مصر النهاردة نصبح على لندا وتطمنا على حالة الطقس كمان نتعرف منها على أسعار العملات والدهم صبع الخير عليك يا لندا صبع الخير شازلي صبع الخير بسان صبع الخير اللي أخبار جاء وعملين نهاردة؟ الحقيقة فيه استقرار في درجات الحرارة يا شازلي بقالنا كم يوم بنشهدها والنهاردة القاهرة بتسجل زي مبارح 34 ولكن ابتداء من بكرة هيكون فيه ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لازم ولكن دي دي أهم معلوم سأخير عليكم مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية والبداية هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء سعر البيع سجل 18.90 والشراء سجل 18.83 اليورو البيع سجل 19.26 والشراء سجل 19.18 الجنيه السليني البيع سجل 22.65 أما الشراء فسجل 22.55 الفرانك السويسري البيع سجل 19.44 والشراء سجل 19.36 هنروح لليوان الصيني البيع سجل 2.82 أما الشراء فسجل 2.80 الريال السعودي البيع سجل 5 جنيه و3 قروش والشراء سجل 5 جنيه وقرش الدينار الكويتي البيع سجل 61.57 والشراء سجل 61.16 وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.14 والشراء سجل 5.12 بالنسبة لمتوسط أسعار الدهب فعيار 18 سجل 845 جنيه لجرام أما عيار 21 فسجل 986 جنيه لجرام عيار 24 سجل 1.127 جنيه لجرام وأخيرا الجنيه الدهب سجل 7.888 جنيه خلونا دلوقتي مشاهدين نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة الطقس هيكون حر رطب على القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وكان فيه شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سينة وكمان فيه نشاط للرياح على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط درجة الحرارة في القهرة النهاردة 34 وأعلى درجة حرارة هتكون فيه أسوان 39 وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 29 هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شفاية